ظهور المنتخب المصري في رباط جدي هنا ده المباراة الأولى هو كان طبعا ده معالي السفير أشرف إبراهيم والسيدة حرمه الجلال مصرية والجلال ألمانية طبعا هو البطولة كانت نبضه واحد لكل كسبان ده المباراة الأولى فوز المنتخب المصري ثلاثة واحد والمباراة الثانية كانت اتنين واحد ده المنتخب اللي قدامك دولتها منتشر محافظة حاجة تشرف طبعا كان الهدف كله بص حياتك الصورة دي كان الهدف هو إيجبت على مصر في كل حتة في المغرب ده هنا معالي السفير والمنتخب المغربي السلام الجمهوري في استاد المغربي ده قدم استاد في المغرب وكان بيحتفل بمرون مئة عام ده معالي السفير والجلال يعني اعتقد ما تش بقى احتفالية أجمل من كده يعني احنا كان كل هدف معالي مصر واحنا اخترنا بص حياتك الصورة دي يعني هي تدل ان فعلا ندل ولد مصر احنا اخترنا التشيرت ملقناش لون افضل من عالم مصر ان احنا نرتديه يعني اللعيبة البعثة كانت 15 وانا كنت رئيس البعثة كلنا عالم مصر محدث سابطول الثامن تياب والتشيرت زي ما انت شايف ده هنا في استاد مولاي عبدالله كان ماتش مباراة حتى منجو الجيش الملكي وحصل تكريم ده كابتن نزار بن قتابة اللي هو كابتن منتخب المغرب يرتدي شيرت عالم مصر والماجيكو بتاعنا وليد يرتدي عالم المغرب والله يا دي الرياضة وده الهدف من الرياضة ده المركز الثقافي طبعا تقارب الشعوب ده اللي احنا دايما بندور عليه فكرة التعصب ونبض التعصب دايما اللي احنا بنسعى ان احنا نحققه ونحنا يكون عندنا اخوة ومنافسة شريفة وفوز وهزيمة وده طبيعي جدا جدا اولا كان الهدف كله هي نبض واحد لكل كاسبامين فينا الكاسبام مش مشكلة المهم ان احنا طلع قدنا في قديم بعض